السلام عليكم ازايكم فيديو جديد من كورس سوفتور انجينيرنج 2 واللي هشرح فيه النهاردة لكشور 5 واللي هالمحاضرة السادسة معانا واللي هنتكلم فيها على المودرينج والاو سي ال هي ان شاء الله هكون على اكتر من من بارت النهاردة البارت الاول او البوز الاول اول حاجة خلينا نبدأ بيعني ايه موديل اه هنرجع كده بكورسات بقى فاتت في السوفتور وان نعرف يعني ايه موديل عشان ده شيء مهم جدا الموديل هو اه اه ريبريزنتيشن ريبريزنتيشن ان احنا بنعبر عن حاجة معينة بشكل مور سيمبل او سيمبل على قد ما نقدر الحاجة دي بيكون من الريل وورد سيستم او بروسس يعني عندنا سيستم اولادي شغال او بروسس اولادي موجودة وبنحاول ان احنا نسيمبليفاي الموضوع ده فحاجة تتفهم لاغلب الناس او حتى للديفوليبرز بشكل اه واضح البروسس عادة مش بتكون واضحة لو سبناها بروسس كرة وخلاص ولكن لما آآ نحاول نعمل لها موديل فبنحاول ان احنا نوضحها اكتر وآآ ونخلي الموضوع واضح بشكل قدر طيب يقولك ان زي هلبس اس او بريديكت او ميك اه ديسيشنز للحاجات اللي احنا بنعمل لها موديلينج طبعا اندرستاند ان احنا نفهم آآ الشيء اللي احنا بنعمل له موديل او ان بريديكت ان احنا نتوقع حاجة معينة او نميك ديسيشنز ان احنا نتخذ قرارات وكل واحدة من دول تعتبر آآ كاتيجري او نوع من انواع اللي احنا هنقولها في السلايد دي. طيب يبقى اول حاجة البرديكتف موديلز. البرديكتف موديلز بيقولك ان انت تستخدم الداتا القديمة اللي موجودة عندك عشان تستميت انت تتوقع آآ آآ سيكون آآ شكله عامل ازاي. الحاجات اللي جاية في المستقبل شكلها عامل ازاي. بيقولك انها مش دايما آآ آآ انفورميتف. ان هي مش دايما بتبقى صح يعني توقع ده مش دايما بيكون صح. ولكن دايما بيكون آآ مبني على معلومات. زي انت كده لما تبقى آآ آآ جاي تلاتة ونص في الميترم في المادة. فانت متوقع ان انت خلاص هتسقط يعني مش متوقع حاجة تانية. بدبنا تبدأ ان انت تماشي حالك في في كويز ولا حاجة. فتلاقي عصافير الدفعة آآ فتنوا عليك. وقالوا للا قالوا له. والكويز يتلغي. ويعني يعني رسالة حاببة اوصلها لعصافير الدفعة من دفعة عشرين واحد وعشرين. يعني بطرس او صوى. المهم آآ على موديلز. ان انت تبريدكت ان انت يبقى عندك آآ وتبدأ ان انت تتوقع المكاسب اللي هتيجي لك او الخسارة او كذا. تانية حاجة برضو مهمة جدا الكاستمر آآ تشارن. ان انت من الداتا بتاعت الكاستمر تبدأ ان انت تتوقع آآ بتاعت تتوقع ازا كان هيكمل معاك او هيسيبك بعد قد ايه هيسيب سيستم بتاعك بعد قد ايه. والحاجات دي موجودة فعلا يعني حتى انا حاليا شغال على بروجيكت ليه علاقة باللي احنا بنتكلم فيه ده داشبورد وما ايلا زي. طيب النوع التاني الدسكريبتف موديلز. الدسكريبتف موديلز وهي عندك داتا بتبدأ ان انت تدسكرايب الداتا دي تبدأ توصف الداتا دي. وتوجد او علاقات ما بين الداتا دي. بيقولك ان هي مش دايما بتبريدكت يعني مش دايما بتوقع المستقبل هنا في الدسكريبتف ولكن بجيب مهمة جدا للحاضر. يعني انا عندي حاجة بتحصل دلوقتي انا مش بتوقع اللي هيحصل بعد كده ولكن بجيب كل اللي ممكن اجيبها او كل اللي ممكن اجيبها من الحاجة اللي بتحصل دلوقتي. زي ايه? زي اللي هي عبارة عن ايه? عبارة عن ان احنا بين جروب على شخصيتهم. فمسلا يبقى عندك اه كسيستم يعني عامل جروب لكاستمرز ان هما دول دول جولد مسلا او بناء على الداتا بتاعتهم. بناء ان هما دايما مسلا بيشتروا حاجات بشكل اه حاجات غالية. مسلا قاعدين في مناطقة معينة ممسجلين لعناوين بتاعتهم عندنا. عندين في مناطق مسلا الايجار فيها او او اللي فيها غالية. مش عارف ايه حاجات من دي. فبابدأ ان انا بناء على الداتا دي ادسكرايب مجموعات او اعمل من اللي عندي وبناء عليه بابدأ ان انا بعدين بقى اقدر اتعامل بالداتا دي. طبعا والماركت اه ريسيرش روبورتس. او ريبورتس. طيب. اخر موديل واللي احنا بقى مفروض ده اللي احنا مهتمين به طول الليكشور ان شاء الله هو البرسبيكتف موديلز. البرسبيكتف موديلز بيبدأ ان هو يتخذ القرارات. يبدأ ان هو يحلل البيانات الموجودة وبناء عليه كمان يحاول يعرف ايلا هيحصل في المستقبل وبناء على كل الكلام ده يبدأ يقول لك خش يمين او شمال اعمل كزا او كزا بيسجست ليك الابتمال اكشن. بيبدأ يقول لك تخلي بالك انت مسلا عدد الكستمرز اللي عندك اه بيقل. احنا دلوقتي مسلا بيدخل لنا مثلا بيرويك في الويبسايت بتاعنا. فخلي بالك انت ممكن تعمل واحد اتنين ثلاثة. فهو ده البرسبيكتف موديلز. زي مسلا اكزامبل عليه زي موضوع الكريدت ان انت تبدأ كريدت ان حد جاي عايز ياخد كارد زي ما احنا اخدنا في حد عايز ياخد كارد من البنك فبناء على الداتة بتاعته ابدأ ان انا اتوقع هل او ابدأ ان انا اقول او كسيستم هل ادي له الكارد ده ولا لأ. وزي برضو موضوع الراوت ان انا اعمل بالا اي اه ماشين تبدأ تخش توبتمايز الراوت بناء على الزحمة او كزا لو هو مسلا دليفر ايه كل ده يعتبر ايه برسبيكتف موديلز. طيب تلخيصا لكل الكلام اللي تقال اللي هو اول موديل خالص ده اللي هو بيتوقع ايه اللي هيحصل. بيقول ايه اللي بيحصل دلوقتي اما هو اللي بيقول بيتخذ القرارات او بيساعدك انت تتخذ القرارات وبيقولك انت مفروض تعمل ايه. طيب بعد كده هنخش على توبك مهم جدا وهو ايه هو هو اولا برسبيكتف موديلز اللي احنا بسا متكلمين عليها اللي هي بتتوقع المستقبل ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل وبناء انا عليه تدي لك كمان اه حاجات ممكن انت تتعامل بيها يعني تبدأ انها تدي لك اكشنز متوقع ان هي تكون افضل اكشنز. كمان من مميزاتها انها بتانشور ان الموديل ماشي سليم وده اللي انا هديكم عليه اكزامبل ما تقلقوش كمان شوية. تانية حاجة او تالت حاجة تقدر انت تحول من اي حاجة بالموديل لأي موديل تاني. يعني تشغال مثلا اه بموديل معين تقدر تحول الموديل تاني او كمان تقدر تحول الموديل ده تبدأ تكتب بيه كود على طول بشكل ما. طبعا ما فيش حاجة يعني ما فيش تستخدم على طول هو 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 كاتيجري وجوه كزا حاجة تانية احنا هنستخدمها وهنعرف عنها خلال المحاضرة دي او خلال البارس ده والبارس اللي جاية. فعشان بس المتطلقات شوه هنا ده يعتبر كاتيجري زي لما نقول كده وجوه البلان دريفن مسلا في الووتر فول. فالووتر فول ليه حاجات بقى احنا وليه ليه شكل وليه مش عارس ايه. هي نفس الفكرة هنا احنا انا بنشرح الاول كاتيجري كبير وبعد كده جواه هنتكلم على حاجات بقى بعينها يعني وكلام من ده. طيب خليك تتوقع الموديل دريفن اه تدخير سوري الموديل دريفن انجينيينج اكنه اه ليجو. اللي جو ده اللي هو المكعبات يعني. اللي جو من مميزاته ايه? اولا هم قطع صغيرة. ثانيا بيريبرزنت الحاجة اللي انت هتعملها بشكل مش حقيقي بيكون موديل يعني. وثالت حاجة والحاجات اللي هتوضح لك هنا بقى حتة البلدتي اه كونسترينز ان انت لو جربت تحط اه قطعة من البازل او سوري من المكعبات دي في مكان مش مكانها يعني مكان غلط. مثلا دي مش عارف دي كده تمن قطع جربت تحطها جوه لتلاتة دول. مش هيحصل. مش هيدخله. فاهمين? فده بيدل ان في حاجة غلط. هي نفس الفكرة. نفس الفكرة بيقولها لك. انت اصلا لو بتركب حاجة غلط هيقول لك انها غلط ومش هتقدر ان انت تركبها. هيدي لك ارر. فاهمتوا قصدي? فعشان كده هي بتتشبه بالليجو او دي يعني جدعانة مني انا قولت اشبهها بالليجو. طيب. مقارنة بقى عشان برضو الناس ما تطلقباتش. طبعا احنا عندنا موديل. احنا بنعمل موديل زكرة كده في الا لو احنا شغلين ووترفول او شغلين ما بنعمل عادي في الجزء بتاع الدزاين. فايه الفرق ما بابا بين الموديلينج اللي بيحصل في الجزء بتاعي في الفيز بتاعت الدزاين في التراديشنل آآ ديزاين فيز. والفرق ما بين الموديل ديريفين انجينييرن. في السلايد دي احاول اوضح الفرق. اول حاجة انت في التراديشنل انت في بتبدأ ان انت تعمل دياجرامز. دي بيكون بشكل اساسي موجهة للديكمنتيشن والبلو برينس. ان انت تبدأ تعمل الديكمنتيشن للحاجات اللي انت هتعملها او الحاجات اللي انت قرد دي عملتها وتبدا تعمل دياجرامات في العموم حتى لو هتساعدك في هي بتخليك تقراها بس. مش اكتف حاجة بس بيقولك اه مش اكتف مش معمولة بشكل مباشر انت بتحاول تستخدمها مثلا كباك اند او كفرانت اند عشان تسهل عليك لكنها مش مكتوبة مخصوص للجزئية دي ده اللي بيحصل فين في الموضوع مختلف لان الموديلز بتبقى هي هي معمولة مخصوص بسينتكس معينة بشكل معين ده لدرجة ان انت تقدر تحولها تحول الموديل لكود بشكل اه اوتوماتيك وده اللي بيحصل طبعا ان احنا نوضح او سيستم اه استراكشور والبهيفير والدومين ده بيكون واضح جدا في الموديل ديريفن انجينيري فده الفرق ما بينهم يعني طب دلوقتي هنتكلم على كونسبت تاني انا مش عارف ايه علاقته بالمحاضرة ولكن انا لقيته يعني في السلايدز فهقوله وهو اه كود وهو فكرته ان زي ما تشايف كده خلينا نبص الاول هنا على ده ففيه مكتوبة مكتوبة الاسم بتاع بس وهنا ايه لك تدو ان انت هتعمل حاجة معينة حاجة معينة دي ومش مكتوب يعني هو عامل سرول او ولكن مش موجود وكذلك الفانكشن التانية اللي هي يعني محضوطين كده من غير بتاعته طب ده معنى ايه او ده بيستخدم في ايه زي ما احنا شايفين هنا كده بيقول لك ان بيقول لك ان هو زي ان انت بتستخدمه في اكتر من مكان جوة الكتابة بتاعتك عارف زي ايه زي مثلا ان انت تكون عندك كشف اسماء فيهم اكتر من واحد اسم مروان بس مروان واحد تاني مروان محمد مروان صلاح مروان احمد ايه كان الاسم ايه فانت بتبدأ تاخد كلمة مروان دي كوبي وتعد تعملها بيست مئة مرة وتعدل بعدي يبقى مروان تعمل كوبي بعد كده تكتب محمد مروان اعمل كوبي اه سوري اعمل بيست وبعد كده تكتب اسم لاب فده بيسهل عليك ده نفس اللي بيحصل هنا بيقول لك اه 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 اتس لايك having اه بريميد سكشنز you copy and the best but haven't haven't اه فلد ان the details اه يت يعني هاي انت حاطت حاجات انت لسه حاطتها كده بس لانها انت هتستخدمها اكتر من مرة ولكن لسه مش حاطت ال details بتاعتها انت هتكمل على details بتاعتها هي ما تعتبرش component لان ال component بيكون كامل ولكن دي اه او كود معينة تستخدمه كتير فهواخده قابي بتقعد تفضل ترمي بيست اكتر من مرة وتعدل حاجات بسيطة زي ما هو حصل هنا في وست سكرين بالزبط اك انك عملت بيست ولسه هتبدأ تكتب بقى هنا التعدل اه بدل التودو دي تبدأ تكتب بتاعك وممكن كمان تغير لو انت في مكان تاني غير فده المعنى بتاع بس كده طيب حاجة تانية هنتكلم عليها وهي اول بقى الاكزامبلز بتاعت او اول التطبيقات بتاعت وهي الدومين سبيسيفيك لانجوجز هي اولا بيكون لانجوج مخصصة لتاسك معين او لدمين معين طعم مش بيخترعوا آآ لانجوج من اول وجديد مش بيخترعوا آآ بي ايل لانجوج او برو جرامنج لانجوج من جديد ولكن هما بيستخدموا لانجوج موجودة علشان يعملوا حاجات تتماثل او تتطابق او تكون معمولة خصيصا لدمين معين مجال مسلا في الطب مجال في الصيدالة مجال في مش عارف ايه ايا كان ايه هو المجال فهو بيكون معمول مخصوص للايه للكونتيكتز ده اكزامبل على ده ان انت مسلا تعمل دي اس ال او اللي هو يعني اختصار لدمين سبيسيفيك لانجوج آآ في الكوكينج مسلا في الاكل فهو بيكون مخصوص معينة معمولة بس للوجبة دي او للجزء بتاع الاكلة دي كويس وبيرموف بقى اي ديتيلز تانية بيكون موجودة في العموم لاي وجبة فهمتوا قصدي? طيب حتى رو مفهمتوش التابل ده هيوضح تفاصيل كتير. ده مقارنة ما بين الدي اس ال والجنرال آآ لانجوجز يعني اما دي اس ال الو دومين سبيسيفيك لانجوجز واما الجنرال فهو عادي يعني بكتب بتاعي بكود معين او حاجة. هو برضو يا جماعة قبل ما ابدأ هو الموضوع اشبه بالفريمورك ممكن نقول يعني مجازا يعتبر اكله فريمورك فمسلا احنا عندنا في مبنية على يعني ولكن ما علينا هي مبنية على عادي فبدلا مكتب بشكل كده يعني بانيلا جواسكريبت لا او جواسكريبت انا ببدأ بيكون عندي مميزات اكتر ولكن انا في نفس الوقت ما اخترعتش لغة هو نفس بتاع الجواسكريبت ولكن انا زودت بقى فانكشنز وما آآ الى ذلك. هي نفس الفكرة ولكن الفانكشنز دي والكونبوننز دي بيكون مخصصة اكتر للدومين بتاعك. فمسلا بدل ما اكتب حاجات فوروم سكراش. لا انا هعمل هالم الحاجات دي. الكود الفوروم سكراش. هحطه في فانكشن معينة والفانكشن دي يكون لها وانا بعد كده كحد بقى بيستخدم هتستخدم دي على طول اللي يكون مسلا اسمها مش عارف ايه. حاجة ليه علاقة بالبنك مسلا. فاهمين قصدي? ده بيكالكوليت مثلا. فانا مش مهمة بقى الكالكوليت دي بتعمل ايه? ولكن هي مخصصة للدومين بتاعي اللي هو البنوك. وابدأ استخدمها على طول. فورب بكونوا فهمتوا قصد. طيب. اول حاجة والبربوز. اللي بيكون مخصص دومين. اما الجنرال فهي مش لدومين معين لاي. الابستراكت ليفل طبعا هنا في الدي اس ال هو هاي ليفل دومين سبسيفك. هاي ليفل ابستراكشن يعني اه تجريد تام من من التفاصيل. ما فيش تفاصيل كتير زي ما انا بقولك انها فانكشن او فريمورك. ولكن هنا في الجنرال هو لو ليفل انت بتستخدم بقى الفور لوب وبتستخدم كله من تحته خالص وانت اللي بتنبلبنته كل حاجة. اه الوصف الضقيق هنا في الهائق هنا بيكون بيوصف اكتر الدومين بشكل اه مباشر لانه هو معمول فصصا للدومين في الدي اس ال. اما في الجنرال فهو معمول بشكل اوسع فمش بيوصف دومين اه معين. ايزي اوف يوز طبعا هو هنا الدي اس ال هو يوزر للدومين زي ما انا بقول هو لو معمول للبنوك. فالناس اللي بتفهم في البوزقية بتاعت البنوك هيفهمه كويس قوي كل بتعمل ايه? فهو بيكون يوزر للدومين ولكن في الجنرال فهو لا اه معمول لاي اه حد ولازم تتعلمه فيه اه اه لرنينج كيرف. الانتجريشن بيكون هنا مخصص او معمول بشكل اكيد طبعا للدومين. فما ينفعش نفس الكود اللي انا حطه الدومين معين اخده وحطه في دومين تاني الدنيا مش هتمشي. اما في الجنرال عادي. اه ممكن بقى نكمل اه ممكن توقفه وكمله قرية لحد والحاجات دي كلها. كلها بترمي في نفس الفكرة يعني او اظن ان الدنيا مفهومة وبسيطة مفهاش حاجة. طيب اخر حاجة باختم بيها ان اليوم الدياجرامز مش بتكوفر everything. don't cover everything. اه we need extra language for اه اسبيسيفيكس. يعني اه مش دايما اليوم اللي بيكون كافي ان انا اوصف اللوجيك بتاعي بشكل سهل. مش دايما بيكون كافي ان انا اقدر اه استخدم او او اوضح معينة موجودة عندي في السيستم زي ما هنشوف اللي جاي. الاو او عموما اللي هي مبنية او اليوم اللي مبنية على الاو او اللي هي اه مش دايما بتكون كافية ان انا هحط معينة او اوضحها. طب مين بقى اللي بيحل الموضوع ده هو الاو سي ال. والاو سي ال ده عنده وده اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله في اللي جاي من نفس المحاضرة. بقولك هنا تخيل ان انت اه بتعمل للمكاتب. فاليوم تقدر ان هي بتاعة البوكس مسلا. توصف البوكس واللي تعمل وتعمل وتعمل مش عارف وحاجات كده. توصف الاستعارات. توصف الاستعارة ازاي تقدر تعمل استعارة بالاكتف دايجرام والكلام ده. حلو. ده اللي اليوم دايجرام يقدر يعمله. ولكن اليوم مش هيقدر يهندل الغرامة مسلا كالكوليشن. ازاي تكالكوليت الغرامة? مش هيكون واضح بشكل سهل في اليوم دايجرامز العادية. تمسلا عشان تكالكوليت الغرامة بناء على العدد الايام اللي اليوزر اتأخر فيها او الكاستمر اتأخر فيها على تسليم الكتاب ونوع الكتاب. مش هتقدر تحدى الكونيسترينز دي او الاف كونديشن دي مش هتقدر ان انت تزبطها ابدا مهما عملت. بيقولك بيعدي اه امكانيات اليوم ال وده اللي مفروض بقى بيتحسن او بيتطبق فيه الاو اه سي ال وده اللي ان شاء الله هنعرفه في البرت اللي جاي من المحاضرة خلال الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي بازن الله كرسانتو طيبين بمناسبة العيد العيد قرب والسلام عليكم. شكرا.